على الجميع اليوم أخذ جانب من الحيطة والحذر ربما تكون ضحية دعابة محكمة يصادف اليوم الأول من أبريل ما يعرف بكذبة نيسان أو كذبة أبريل وتحتفل به غالبية دول العالم من خلال تطبيق الخدع والنكات ويسمي الأوروبيون ضحايا يوم أبريل بأغبياء كذبة أبريل ويتهيأ العديد من الناس لتداول الأكاديب فمنهم من يحضر لكذبة بغرض إطفاء جو من المرح والفكاهة في حين يتحصن البعض الآخر ويتجه لعدم تصديق كل ما يقال أو يجري حوله وتشارك في يوم كذبة نيسان بعض الصحف والمجلات أيضا حيث تنشر أخبارا كاذبة أو تقارير ليس لها أساس من الصحة مطلقا